أكد المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة العليا وعضو اللجنة العليا للانتخابات أن بدء عمليات التصويت على الدستور للمصريين في الخارج تبدأ في الخامس من يناير المقبل وحتى الثاني عشر ولمدة أسبوع وهذه فترة زمنية رأتها اللجنة العليا للانتخابات كافية لاستيعاب وإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج حتى يضلوا بأصواتهم في الاستفتاء وأعلن استبعاد 6000 من المصريين في الخارج من التصويت في الاستفتاء على الدستور لعدم وجود محل إقامة محدد مدوم في البطاقة الشخصية لهم بمصر واستوجب إبعادهم من عمليات التصويت حرصا على تطبيق صحيح القانون وقال المستشار عبد العزيز أن القانون واضح ومحدد في هذا الشأن بأن هؤلاء لا يحقوا لهم التصويت في الاستفتاء على الدستور كون محل الإقامة الخاص بهم غير معروف داخل مصر أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لجنة وطنية بامتياز واستطاعت أن تتغلب على كل وجوه الاختلاف وتقف على أرضية مشتركة لصالح الوطن داعيا إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية أو فئوية وأضاف جمعة خلال ندوة بوزارة الأوقاف حول هوية مواد الهوية الإسلامية في الدستور الجديد من مميزات الدستور التأكيد على هوية اللغة العربية كما تضمن الدستور تعهد الدولة بتوفير الإمكانات اللازمة ليؤدل أظهر رسالته في نشر علوم الدين واللغة العربية ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع اشتركوا في القناة